اكد نائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب على همية التضامن العربي ووحدة المسار من خلال النهوض بالجهود البرلمانية العربية مؤكدا الموقف الراسخ الذي تتبنه مملكة البحرين في مساندة جهود الجمهورية العراقية ضمن مسيرتها التنموية في سبيل تعزيز خطى الازدهار والأمن والاستقرار والسيادة نعم جاء ذلك خلال كلمة ألقاها النائب الأول لرئيس مجلس النواب أثناء مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في المؤتمر الرابع وثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي يُعقد في العاصمة العراقية بغداد تحت عنوان الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته كما أكد على دعم العراق في تكريس مسار القانون ودولة المؤسسات الدستورية وتسريع عجلة الإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار والمضي قدما في محاربة الإرهاب وتطرف ونبذ التعصب والكرهية ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية وأوضح سلمان أن المؤتمر ينعقد في ظل ظروف استثنائية ومسجدات حساسة في العديد من الأقطار العربية إذ لا يمكن الحديث عن التضامن العربي من دون إيجاد وقفة جادة لاحتواء الأوضاع الصعبة التي يمر بها الأشقاء في الجمهورية العربية السورية وأكد على موقف مملكة البحرين وإيمانها الراسخ في التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وتثبيت أركان السلام الشامل في المنطقة من خلال تفعيل المبادرة العربية للسلام وطبقا لقرارات الشرعية الدولية كما شدد على ضرورة تعميق روح التضامن العربي المشترك والسعي من أجل نهضة هذه الأمة عبر تدعيم أواصر التعاون والتكاتف ما بين دولها في ظل الأزمات المتعددة في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والتحديات المتكاثرة في المجال الصحي والأمني والأمن الغذائي والمائي والتغير المناخي وغيرها من التحديات نجد الحاجة الماسة لتعميق روح التضامن العربي المشترك والسعي من أجل نهضة هذه الأمة عبر تدعيم أواصر التعاون والتكاتف ما بين دولها حيث يستلزم ذل ذلك التصدي لها بنهج موحد وسياسات مشتركة وهو ما يجعلنا كبرلمانيين أمام مسؤولية السعي نحو مراحل أكثر تقدما في مجال التعاون العربي ومما لا شك فيه أن تعزيز التكاتف بين الدول العربية حكومات وبرلمانات هي القوة الأبرز للحفاظ على المقدرات والمصالح وتجاوز الصعوبات والتحديات في ظل واقع عالمي تزداد فيه أهمية التكتلات ونحن ننظر بعين التفاؤل للارتقاد بمستوى فاعلية العمل البرلماني العربي المشترك من خلال الاتحاد البرلماني العربي